هل ممكن موقع ذكاء اصطناع يعمل فيديوهات احترافية بالشكل ده؟ الموقع اللي هنشرحه النهاردة قدرت من خلاله اعمل فيديوهات كتير اول مرة اشوف موقع يكون ضقيق في فيديوهاته ويقلل الاخطاء موقع يقدر يثبت الشخصيات في الفيديو يقدر يفهم اللغة العربية يقدر يغير انطباع اي شخص في الفيديو كمال يقدر اكتب لك اي نص انت عاوزه يحاوله لك لموشا احترافي وده اللي هنستكشفه مع بعض في موقع النهاردة قبل ما نبدأ ما تنساش لو انت مش مشارك في القناة تشترك وتفعز الجرس ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسيم لنا رأيك في تعليق لان رأيك يهمنا جدا يلا بيت احنا دلوقتي على الصفحة الرأسية لموقع فيديو تقدر اني تدخل على الموقع من خلال الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو او ممكن تدخل على جوجل هتكتب فيديو استوديو هتضغط على اول رابط اللي هيحولك على الصفحة الرأسية بالشكل ده فالصفحة الرأسية بيبدأ انه هو يوضح لك استخدامات الموقع زي انك تحول النص الى فيديو او الصورة الى فيديو تقدر ان انت تعمل اربع ثواني لكل فيديو في اقل من تلاتين سنية هنا برضو جايب لك بعض الحاجات اللي ممكن يعني او الفيديوهات اللي تم انشاءها باستخدام الموقع وقد ايه بتكون احترافية كمان ان انت ممكن تحول الفيديوهات او الصور بتاعتك ان انت ادخلها انيميشن بالشكل ده ازاي بقى نستخدم الموقع هنروح على حاجة اسمها تراي فيديو هنضغط عليها بالشكل ده هيجي هنا يقول لك ادخل الايميل سواء ممكن انت تسجل باستخدام جوجل او باي ايميل اخر او كمان بركب التليفون لو ضغطت على ساين اين ويز جوجل تلقائيا هيحولك على الايميل الخاص بك اللي من خلال لو ضغطت عليه هيفتح لك هنا بعد امتضغط على continue هيخلص انت مجرد من امتضغط على continue اصبح عندك هنا الموقع انت مسجل حساب فيه متاح لك ان انت تستخدم تمانين كريديت فري لو ضغطنا هنا على الخطت الدفع لكن الفري بيكون عبارة عن تمانين كريديت شهرية انتقدر تستخدمها بشكل مجاني لو انت بقى حابب تستخدم الموقع بشكل اكتر وشكل احترافي فانت تقدر ان انت تشترك في باقي الخطت الدفع لكننا سنستخدمه بالشكل المجاني تماما سنرجع تاني هنا علشان نبدأ نعمل شغل طبعا عندك هنا بيظهر عندك هنا My creation My creation دي اللي بيظهر فيها التصميمات اللي انت هتعملها Create video دي اللي بتحولك على الصفحة اللي انت فيها تقدر ان انت بتعمل فيديوهات اول حاجة هنا جايب لك هنا حاجتين اتنين حاجة سمع input اللي ضغط عليها يظهر لك الصفحة دي هنا جايب لك هنا بيقول لك ان انت تقدر تضيف صورة وتقدر كمان ان انت تكتب نص وكتبت معها نص في الحالة دي هتحول لك الصورة الى فيديو وهيلتزم بالنص اللي انت هتكتبه كمان في حاجة اسمها inspire me اللي هو الهمني ودي لو ضغطت عليها مثلا بيجيب لك هنا برومت بالشكل ده ده بيكون برومت جاهز تقدر تستخدمه على طول وكمان في حاجة اسمها enhance promet ودي مثلا لو انت كاتب مثلا برومت صغير يقدر ان هو يحسنه لك يعني لو انت مثلا كاتب جملة صغيرة زي كده وضغطت على enhance promet ممكن ان هو يحسن لك البرومت ويكتب لك فيه تفاصيل اكتر بس عشان تضمن ان هو يعمل لك الخطو دي لازم تكون معلم على enhance promet لو انت معلم عليه هيبقى هو هيحسن لك البرومت لو انت مش معلم عليه هيبقى هو مش هيحسن لك البرومت وهيلتزم فقط بالكلام اللي انت كده وطبعا هنا بيستاهلك في الفيديو اربعة كريت دعلى كده نجرب ان احنا نعمل inspire me واللي هنا هيجيب لي هنا برومت بالشكل ده وكمان هقول له enhance promet وبعد كده اضغط على create for credits عشان يبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي الفيديو لو انت منتش فيهم يعني ايه برومت وحابب ان انت تعرف اكتر عن ادوات الزكاة الاصطناعي وكافية استخدام الزكاة الاصطناعي لو دخلت على القناة هنا هتلاحز ان فيه فيديوهات كتيرة جدا وفيه قوائم تشغيل هتلاقي فيها كل الفيديوهات اللي انت محتاج تعرفها عشان تستخدم الزكاة الاصطناعي بشكل احترافي كمان في فيديو تقدر لو انت شفته انت تفهم اكتر يعني ايه برومت وازي هتكتب البرومت وهو الفيديو ده الفيديو ده هتلاقيه لو دخلت على القناة تقدر تدخل وتشوف الفيديو هتستفيد كتير وتعرف اكتر يعني ايه برومت النتيجة المفروض انها لكلب بيعوم تحت المية والمفروض ان هو بتصور من تحت المية النتيجة بصراحة ابهاريتني جدا وانا واثق انها هتبهركوا ايضا تعال جده نتشغل ونشوف النتيجة تكون عاملة ساعة زي ما انا شايفين بصراحة حاجة كمة الجمال انا مش قادر اصدق ان الفيديو ده ممكن يكون يعني معمول بالذكال الاصطناعي المميز في الفيديو ان الفيديو تحس ان هو دقيق قوي الاخطاء فيه مفيش اخطاء لعب اللي حسط كده مثلا في الحركات وفي الايد الصابع بتظهر وفيه سلاسة كده في الفيديو يعني ممكن انكم مشوفناه شابلا كده فنتيجة لحد الان مرضية جدا اما بالنسبة هنا في بعض الادوات الاخرى زي مثلا انت ممكن تعمل ابسكيل للفيديو والابسكيل ده بيتخلي الجودة في فول اتش دي يعني تخلي الجودة احسن فيه حاجة اسمها ري ادت ري ادت دي لان انت ممكن تعمل اعادة انشاء للفيديو ومسلا ممكن تعدل على الكلام اللي مكتوب او كده لما بنضغط على ابسكيل بيظهر عندك هنا ابسكيل تايب فيه عندك هنا حاجة اسمها ستيبل وحاجة اسمها كرياتف الكرياتف لسه تحت التطوير وداما الكرياتف بيبقى احترافي اكتر ولكن ستيبل ده هو المتاح دلوقتي ولو انت اتغط على ستيبل المفروض ان هو هيبدأ يعمل لك ابسكيل ولكن بعد ما تضغط على ابسكيل وهنا هيكلفك اربعة كرياتف هيبدأ ان هو دلوقتي يعمل ابسكيل للفيديو وده كانت النتيجة بعد الابسكيل الفيديو هنا هتلاحز ان هو بقى جودة اعلى كتير ومفيش هنا بلور ولا اي شيء وبرضو لو انت عايز تتخدم الفيديو او تحتفظ بيه عندك فبتضغط على العلامة دي وبيبقى موجود عندك الطريقة الثانية بقى ان احنا ممكن نجيب صورة ازاي ممكن نجيب صورة ونحركها مثلا هضغط على drag image hair وبعد كده اختار اي صورة من عندك مثلا نختار صورة زي دي او مثلا دي ايا كان كلهم شبه بعض وبعد كده نعمل open هيحمله هنا الصورة ممكن هنا برضو اديله امر هقول له مثلا انا عايز البنت تبتسم وهقول له استخدم اللي هو اول صورة وهنا طبعا ممكن تستخدم لو انت مثلا حابب ان انت تستخدم الكاراكتر ديت في ان انت تعمل فيديو لكن انا هنا بقول له استخدم اول علشان يبدأ ان هو يصمم للفيديو على نفس الفريم بعد كده هندغط على اللي هو هيعمل الفيديو وهيستخدم اربعة كريدت في العادة دايما في الفيديوهات اللي كنا بنعملها قبل كده لما كنا بنشرح مواقع كنا دايما بنشوف الفيديوهات الحركة فيها ما بتبقاش احسن شيء حتى لو عمل حركة بس بتبقى فيها حركة يعني عشوائية شوية تعال بقى شوف النتيجة دي وانا مواثق انها هتزهلك زي ما عنا شايفين البنت بتبتسم وبتتحرك يعني الصورة تحس ان هي يعني او الفيديو تحس ان هو حقيقي مش مجرد مثلا حركة وخلاص فالنتيجة بصراحة مزهلة جدا موقع بصراحة محترم لانه بصراحة النتيجة كويسة جدا واعتقد كمان لو عملنا هتبقى النتيجة احسن طب عايزين بس نشوف هل في حاجة تانية ممكن نعملها هنا لو انت ورحت هنا على ديت اللي هي اللي فيها هتلاحز ان في حاجة اسمها حاجة اسمها ده العادي اللي احنا بنعمله بنحط الفيديو بتاعنا او الصورة بتاعتنا او الكلام بتاعنا وبيتحول لصورة عادية بس طبعا هنا ديت بتشتغل فقط لو انت هتكتب نص يعني لو انا مسلا هكتب نص زي كده بالشكل ده هيزهر عندي هنا في اللي هو الستايل الموجودة عندي هنا بالشكل ده قدر اختار ما بين وبين والانيميشن هي بيحول الكلام بتاعك ولكن بيكون لكن في حالة ان احنا مسلا رحنا هنا حملنا صورة بالشكل ده. تعال نشوف ايه برضو لهيزهر. هتلاحز هنا بعد ما حملنا الصورة هنروح هنا على هتلاحز ان هنا الاختفى. مش موجود فقط فقط غير المدة. اذا فالبيشتغل في حالة ازا كان هنا في نص فقط. يقدر ان انت تختار لكن في حالة ان انت هترفع صورة فهو بيتحكم في الصورة زي ما هي انت مديه له بالزر. فلنفترض مسلا ان هو كاب هنا مشهد زي ده. واحنا عاوزين بقى ان احنا مسلا نغير هنا اللي دي وبعد كده نضغط على تعال نشوف النتيجة هتكون عاملة زي. دي كانت النتيجة البرومت عبارة عن ارنب والارنب ده لابس بدلة وراكب عربية السباق. تعال كده نشوفه سوى. القدي الارنب يا جماعة راكب عربية السباق وماشي وكيالا كأن في حاجة. فيلم كارتون شايغان. نتيجة جميلة بصراحة مش فتاش في اي موقع قبل كده. تعالوا كده نجرب نشوف هل ممكن نعمل تسبيت للشخصية باستخدام الموقع ده? هنجرب دلوقتي ان احنا نروح دلوقتي نرفع صورة ونضيفها للموقع ونتحكم في الاعدادات ان هو يحافظ على السباة الشخصية اللي هتظهر في الفيديو اللي احنا عايزين نعمله. مثلا هاجي هنا اضغط على العلامة دي واختار الصورة مناسبة. هختار مثلا صورة زي دي كده. وبعد كده اعمل. حابب ان الشخصية دي تبقى ظاهرة معي في الفيديو اللي انا هعمله. بعد الصورة ما تحمل هروح على عايز اقول له استخدم الشخصية عشان تعمل لي الفيديو اللي انا هكتب لك البروميت بتاع دلوقتي. وبعد كده هنيجي هنا نكتب هنا ده. مسلا هقول له يعني راجل ماشي في شوارع دبي. وعايز ان هو يستعين بالصورة اللي انا ادتها له. وبعد كده هضغط على ونشوف النتيجة هتكون عاملة زي. ودي كانت النتيجة. طبعا الصورة اللي انا كنت احططها هي صورة ممكن تكون ولكن هو خادش شخصية وعملها قريبة جدا من الصورة اللي احنا عاملينها لابس هنا هوات والنظارة صغيرة. تعال نشوف التجربة بقى. فعلا هنا هتلاحز ان الولد ماشي في شوارع دبي وحافظ على ان الصورة تكون شبه التاني. يعني كمان لو انت ضفت له صورة حقيقة هيقدر ان هو يحتفظ به. تعال كده نقلل للصورة خالص ونخليه مشي بالبطيق. هتلاحز هنا كده النتيجة كويسة جدا. دي بقى الفكرة اللي من خلالها تقدر تعمل تثبيت للشخصية وتحطز اي صورة في شخصية سابتة تعمل بها الفيديو اللي تعاوزه. كنت حابب بقى ان انا اجرب اشوف هل الموقع ده ممكن يكتب. فروحتي هنا لشاتجي بتقولتلكم بانشاء بروميت بالانجليزية لعمل دخلة قناة باسم ام كاي. بانوان اضاءة نيون احمر وازرق. يعني انا عايز اعمل لوجو ام كاي. ويحصل فيه حركة كده كأنها انترو لقناة. فكتب لي هنا بالشكل ده. وانا هاخد ده كده كوبي. عشان اروح احطه للموقع. واشوف هيعمل لي نتيجة ازاي. هاجي هنا في المربع ده. وهضيف هنا النص بتاعي. وبعد كده اتأكد ان انا اكون على وارجع تاني هنا. وبعد كده اضغط على عشان ابدأ اشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. اشغل الفيديو بالشكل ده. هتلاعز هنا ان فعلا كلمة ان كتبت. وتعملت بحركة بالشكل ده. النتيجة طبعا حلوة ومزهلة. اعتقد تبقى فكرة حلوة جدا للناس اللي حابة ان هي تعمل او مقدمة لفيديوهات بتاعتهم. طب عايزين بقى نعرف هل موقع فيديو يقدر ان هو يفهم اللغة العربية. يعني ممكن احنا لو كتبنا له بروميت باللغة العربية يحول هنا الفيديو. وده اللي هنجربه مع بعض ده. حاجة هنا في المربع ده وهكتب كلام زي ده. ولتلكم بعمل فيديو لسيارة دفع رباعي تتسلق جبل عالي في الصحراء. بعد طبعا ما نكتب البروميت فاحنا الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هنضغط على عشان نشوف هل هو هيستجيب ويعمل التصميم بالشكل اللي احنا كتبناها. ولا هو مش بيقدر يفهم لغة عربية. وده كانت نتيجة الفيديو. تعال نشوفها سوا. بصراحة انا مش عايف اقول لكم ايه? اكتر من ان النتيجة مبهرة جدا وطلعت بالزبط زي ما احنا كتبنا. تعال نشوفها تاني. ايه الجمال ده? العربية تتحس انها حقيقة وماش هتحقيقة. واعتقد كمان لو احنا عملنا الفيديو هتبقى النتيجة احسن بكتير. دي كانت النتيجة بعد ما عملنا اوبسكيل. جودة الفيديو اصبح احسن. وتعال كده نقاب برد نعمل فول سكين ونجرب تاني. جودة جمدة جدا. طبعا لو انت حابب بقى ان انت تشوف كل الفيديوهات اللي انت عملتها بتروح تضغط على اللي هنا بيجيب لك كل الفيديوهات اللي انت عملتها. واعتقد ان احنا ممكن نستخدم موقع في فيه ان احنا نعمل عالية اطبيقات احترافية جدا الفترة الجاية. وخصوصا ان احنا دايما بنعمل حاجات ممكن تتعلق بين شها المحتوى زي المحتوات التعليمية ومحتوات ان احنا ممكن نعمل فيديوهات لليوتيوب وحاجات زي كده. فان شاء الله اكيد هنستخدم الموقع ده في استخدامات احسن الفترة الجاية. اتمنى تكون استفادت من الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك. تعمل لايك واسم لنا قرائك في تعليق. وطبع لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زير الجرس. مهم ان انت تفعل زير الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. وفي النهاية السلام عليكم.